سلام جميعا ان شاء الله تكونوا بخير لنجدكم فيديو جديد لفيديو تالي يوم متنوها دائما مع التحديات حديث جديد دائما نحاول ان نتقاسم بعض الأفكار اللي انا ساعدتني ونحاول ان نتقاسمها معاكم ربما كانوا يحبون الدخول معي في التحديات هادوما ستوى مشتركاتي الأوفية لانيا قبل ما نبدأ لا تنسوني بجامكم تحروا كمانتوما والصلاة والسلام على رسول الله قبل ما نبدأ الفيديو شكرا للمشتركات الفحلات اللي دائما دائما نتبعيني على صفحاتي على انستغرام والا هنا على اليوتيوب على الدعم التاحهم شكرا لكم زافة التفاعل تحكم فيديوهاتي وكما قلت لكم فيديو تاليوم كملوا مع التحديات الى دانيا وفاو كنت قاسمت معاكم تحدي مئتين الف داخلنا من في مئتين الف خضار وفواكه لما شافوش نحط لكم الرابط تاعو كان قبل هذا الفيديو يعني كنت قاسمت معاكم تحدي الخضار والفواكه هذه المرة حاولت اني نتقاسم معاكم ايضا تقاسمنا تاع مئتين الف للحلويات مواد الحلويات تقاسمنا الافكار اللي فيهم الحاجات اللي حابين نديروهم حاجات اللي نقدروا ننشروهم وعطيتكم طريقتي في هاداك المئتين الف كيف نصرفها دوكا حنديو نفس الشيء قائمة المشتريات ولا قائمة لحن نتباحها باش نبدأ مشترياتها مئتين الف لمواد التنظيف كيما قلت لكم اهم حاجة لتاخدنا الميزانية التاعنا بكثرة ونفقدوا فيها ميزانية تاعنا هي مواد التنظيف اي واحد موالفة تقضي ولا اي واحدة موالفة شدة المصرف رجل كان او المرأة يعني هيعرف به الميزانية الكبيرة يطحنا مواد التنظيف عليها لانه الاشهار لانه حاجتنا لها من جهة وانه تانيك انه تنوع والانبالاج الانبالاج لها تغينا ولي بخفين هذو كي نحبو دائما انه بيوتنا تكون متع بها ولكن دفو كين حاجات تعوضوا اج حاجات يعني كين حاجات دفو كما انا ملطيفات الجو ما نستعملها مش بزاف انه يديروا الحساسية لأطفال يعني على جالهم خرجتهم حساسية لأطفال انا بيها نستعملهم مش نحاول ان دي حاجات طبيعية اكتر ومع هذا حاوت اني في هذا الفيديو نتقسم معكم القائمة لانا وجدتها هكا باش ناخدوا افكار القائمة التاعي نقسمها الى اشياء محتاجتها يعني بصفة مستعجلة نبدأوا بيها ام بعد ننوحوا الحاجات اللي هي تكون خلاص كيلي عمرنا بيت الخزين تانى مواد الاساسية ام بعد ننوحوا الحاجات التانوية حاجات التانية اني نعتمد دايما على الى كونتيتي يعني نحاول دايما اني نشي حاجات يعني كما كنت شفوهنا مع في بداية الفيديو كنت شير زاما جافل تاخمسة الى ثلاث كنت شيرت تاع يعني صابون غاسي الاواني تاع خمسة الى ثلاث حاجات حاجات بزاف كنت شريتهم يعني بكمية كبيرة هكا باش نوفر على روحي جيها حاجات ثالثة نشوف انا وش عندي اذا عندي ماشينا لافي يعني نحتاجش فيها اذا عندي ماشينا فيسال يعني حنستغنع لبعض المواد او انشيها مواد اخرى يعني هالحساب وش عند كل اسرة جزائلية تحديتها ميتين الف يدرتوها دنيا فاتع مواد الحلويات يعني لقى نجاح كبير لابريباغ شاركوا معايا شاركوا سيقتوا متتابعة الوفيات في الانف يعني في ليكومون تحطوا لقا وشاركوا بالميتين الف حتى الناس تفدت منهم يعني اخذت افكار اذا حبيتوا نحط لكم رابطاعة في صندوق الوصف هكا باش تستفادون تماتانك وتشاركوا معنا هكا الحاجة اللونا نبدوها نبدو في التحدي رقم واحد التحدي اللو كنت قاسمتو معاكم هو بدون جافل يعني كانت عفن دويميل كان لكتل كان الحق حتى فان سيمين يعني كل واحد كنت عهدنا نهضلكم عطى خمسة لثلاثة حاولوا ديم جافل هي يتشروها بكمية كبيرة هي واسائل اواني اللي حيكون يوفر عليكم يعني للاشهر القادمة حتحسوا يعني الحاجة اللي قدرتوها تعاونكم في الاشهر القادمة اذا كنتو هنا يكوت شي تضاز يعني خمسة وثمانين الف زادولو كان في جواه يدير مانبا يعني كان في جواه دي خبزة سبعين الف باركزم فرغايا في هذيك البركة سيبيات البركة كان يدير مانبا بغيلاكس هنا موزيد دوهم كنتشي تو تخون دويمين يعني نينو تلاتين الف بنسبة اللي امير لفصل كان يدير دي سات مين و بتقدروا ديرو يعني كان هذك تبصال يدير تخزمية تلتاشن الف هنايا بهذا ما كنت حاولت اني نلحق حتى ميتين الف تحدي التاعي يعني كما كنتشوفو هنايا تقدروا تشروه فرس اكس بخيس يعني معطل الملابس ليدير فان دويميل تقدروا تشروه تعغسالة امه تعالغسالة ليدير خمسة وثمانين الف تعزجي ثلاث ونص الكيلو دو كيلو يدمي بلوتو هذك تقدروا يعني هذو الحاجات غي حاولت نتقاسمها معاكم تقدروا زماء هذو ما قسمي تشروه هذو الحاجات الشهر المقبلة حبي ينسوا حقاعد لكم يعني غسل اواني حقاعد لكم جافل حقاعد لكم حاجات هكا كما بغي لاكس مزيدو هن حيقاعد لكم يعني حاولوا انكم تبدلوا تحددتاكم ميتين الف الاخرى تبدلوا ديرو يا امه مع الشين هذا تاع امه ولا ولا دوري فلو ليدير سبعين الف ديدوا معاهم منظف الزجاد ليدير كينز ميل سيدو ليدير صفو هذك ليدير كينز ميل معطل الملابس بالنسبة لمعطل الملابس كين اقل من 22 ميل يعني كين تديسات كين لحساب كل مركة طانيك منظف الاتات اه 12 ميل منظف دورات المياه 30 سامين 35 الف تعاربير باكسامل اعطيتكم يعني ما توجد نستعملهم عندكم منظف تانيك تاامير منظف الارضيات وستيك المجاري 10 ألف بهذه نكونوا غلقنا 200 أفتانا يعني حاولوا إنكم من الشهر الأول هو الصح هو اللي لازم توفروا منه تشو منوا حاجات بكمية كبيرة باش أشهر القادمة تشووا هادو الحاجات لتحقوهم يعني على مدار يعني هادوك الأشهر الثلاث تحديتها كنقعد لكم تلت أشهر من رمضان هكا باش في رمضان ما نتحقوهش مواد تنظيف بزاف ونوحوا الميزانية التعنا تع رمضان يعني منستعملوش فيها حاجات بزاف يعني كما قلت لكم مواد التنظيف حيأخذونا يعني مبلغ لابس بهم ميزانية التعنا بالنسبة للصرف ليقعد لكم من أي تحدي يعاودي يولي لضرف التحديات يعني يقعد دايما في الضرف تحدي تع مواد التنظيف يرجعوه تع مواد الحلويات يرجعوه في نفس الضرف هكا في الأشهر القديمة نحن نضمو هادوك المبالغ بالصرف هادوك نشو حاجات صغر كما لنجات ولا حاجات هكا لنقدروا يعني نستغلوهم تانيك هذا التحدي انا مندرتوش لانه حبيت نقص من ميزانية مواد التنظيف على بها درتو لانه الميزانية ديفوها تفوتني لعدني فوقت قاسمت معاكم مشتلياتي كانت الميزانية مواد التنظيف وحدها فاتت لي يعني 400.000 غير مواد التنظيف في الشهر يعني هادوش حاولت نتقاسم معاكم هادي طريقة اني راح بها توفروا لانه كانت صح مواد التنظيف كنت دخلوه فيها نبدأ وغير نشروه وديفوه نفوتوا الميزانية تعنا ومنشوش مواد غذائية قد منشو مواد تنظيف كنتو حجوه في تدرسو الميزانية تعكم احتلقا دايما ميزانيات مواد تنظيف كتر من ميزانيات مواد الغذائية ما لا بليش عليه يعني تكون مبلغ مالي كبير منها اذا بدتوا التحديات انتمنى انكم تحطوا لي وش بديتوا تشروب مواد التنظيف يعني بمئتين ألف وش قدتوا تشروب بهم حاولوا كما قلت لكم دايما تروحوا للكمية والنوعية في نفس الوقت يعني مشي تشروو حاجة تعخر دا يعني ستو مواد قد تكون دركم ولا مواد اخرى بدون فعالية شوكتو كما كنت شوفو دوك تخصطر مدرهمكم تلقا بعض المواد ما فيهم حتى نفع يعني ما كنت ديجاه دركم على بعض الماركات هكالي تخصروا درهمكم عليهم شو بخيفة أنا يعني شي حاجة تكون تمنتحة قد فعاليتها هذه اللي دايما ننصحكم بها حاجة تانية مواد هدوك يتلقاوهم يتباعوا بريتلا يعني ديجاه كنت جربتهم كما مواد تنظيف تعل الأفصال وبين تعل غسول أواني هدوك يتباعوا بريتلا شوفو بك واحد يبيع يعني ما يدغلش يعني حط لكم ما يزيد لهم ش المايتو وتانيك إذا استعملتوهم نصحة مني إنكم تستعملوهم بليغون يعني هي في كل حال قام مواد تنظيف نصحكم لكم تستعملوهم بالقفازات هكا باش ما يصير لكم شما خاطر ومن جهة تانية سوقتو هادوك حيكونوا قاوين بزاف عليكم لابن هننصحكم دايما انكم تستعملوهم ب يعني القفازات هكا باش ما تخافوش كش ما يصير لكم ولا تحكمكم حساسية دايما حطوا حاجات الامنة لكم هذي هي الصحة الامن لكم اذا حطيتو كما قلت لكم التحدي معايا حطوا لي في كومنته هكا باش نعبش كنحن نبدأ معايا التحدي وشريت اللي يبدأو لابنشان فوا فيديو القادم احن ويكم وشريت ديجا كنت تقاسمتو معاكم من قبل مشتريات مواد التنظيف مئتين آلف نحطه لكم في صندوق الوصف ودايما فكروني اذا ما حطيتش فيديو في صندوق الوصف هكا باش بسكودي فان ننسى لهنا حقنا نهاية الفيديو حطوا لي جام كومنت حلو كيمانتوما ودعموني دايما معاكم الفحلة سلام